عبر خدمة سكايب محمد شونارة عضو حزب المؤتمر الوطني الافريقي مرحبا بك معنا أستاذ محمد بداية ما هي دوافع دولة جنوب افريقيا لتقديم هذه الشكوى ضد اسرائيل جنوب افريقيا هدفها الأساسي في تقديم الشكوى إلى المحكمة الدولية ضد اسرائيل هي حقيقة أن منذ ثمانية عقود اسرائيل تقوم بعملية تطهير عرقي وانتزاع الناس من أهلهم وتحرمهم من حقوقهم لذلك بالنسبة لنا في المؤتمر الوطني الافريقي وفي الحكومة الجنوب افريقيا وكشعب جنوب افريقيا مهم لنا أن نقف إلى جنب المصدفين سواء كانوا في فلسطين أو في الصحراء الغربية أو في فنزويلا أو في كوبا نحن نقف دائما إلى جانب المضطهدين سيد محمد هل ربما تعاون اسرائيل مع حكومات جنوب افريقيا هو أحد الدوافع لتقديم هذه الشكوى؟ انظري التعاون لم يعد قائم بين الحكومتين الإسرائيل أو الحكومة الجنوب افريقية برلماننا مرر قرار يقتضي بأن العلاقات الدبلوماسية يجب أن تتوقف بين البلدين وصحب الدبلوماسيين وإغلاق كل المكاتب التمثيلية وكل نوع من أنواع الاتصال والتعاون بين حكومتين سيد محمد ألا تعتقدون أن هجوما مثل الذي وقع في السابع من أكتوبر يتطلب ردا إسرائيليا ضخما بسبب أيضا الأحداث الصعبة التي جرت هنا؟ ما شهدناه في السابع من أكتوبر كان شعب تعب شعب اضطهض لقارب الثمانين عام والآن هم يقفون ويحاولون استعادة أراضيهم ووضنهم وهذه معركة تحرير وضني هم يسعون لتحرير شعبهم ونحن كحكومة جنوب أفريقيا وشعب جنوب أفريقيا وحزب المؤتمر الوطني سنقف دائما إلى جانبهم أستاذ محمد إسرائيل تدعي أن حماس تنشط من بين السكان المدنيين وبالتالي الأبرياء يتضررون وبالتالي أيضا الذنب هو ذنب حماس لربما كيف ترد؟ حماس وفق لنا كشعب وجمهور جنوب أفريقيا والمؤتمر الوطني الأفريقي نرى بهم حركة تحرير وطني نرى بهم كأفراد يسعون لتحرير شعبهم ونحن سنقف دائما خلف أولئك الذين يقتلون من أجل العدالة ومن أجل الحرية تعرفين الأضرار الأكبر في السياسة الاستعمارية لإسرائيل هم الأطفال والنساء والمدنيين الأبرية لذلك لا يوجد أي تبرير لفقدان حياة الأبرياء سؤال الأخير أستاذ محمد ألا تعتقد مرة أخرى سأسأل هذا السؤال ألا تعتقد أن دعوة جنوب أفريقيا تتجاهل تماما الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر ما شهدناه في السابع من أكتوبر وأنا سأشدد على ما قلته هي أننا شهدنا شعب ينهض وينضفض من أجل حقوقه الأساسية أي من ادعاءات الاستعمار الصهيوني بشأن قتل الأبرياء واغتصاب النساء وقطع الرؤوس لم يثبت حتى الرئيس بايدن وجد نفسه في وضع لم يستطع إثبات ادعاءاته لذلك في نهاية المطاف كشعب جنوب أفريقيا وحكومة جنوب أفريقيا وكالمؤتمر الوطني الإفريقي نحن نقف إلى الشعب الفلسطيني كما بقيادة الرفيق ياسر عرفات لأنهم وقفوا إلى جانبنا حينما كنا في معركة تحريرنا نحن فسنقف إلى جانبهم أستاذ محمد شونارة عضو حزب المؤتمر الوطني الإفريقي شكرا لك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات أرحب ضيفي هنا في الأستوديو دكتور مردخاي كدار باحث ومحل للسياسي بداية كيف ترد على كل مقالة والأستاذ محمد أعتقد أنه قدم خدمة عظيمة لإسرائيل عندما ينفي حدوث اغتصاب البنات وكتر رؤوس الأولاد وهناك صور وهناك الدلة تكفي لإثبات هذه الأشياء وأنا أعتقد أن الوفد الإسرائيلي لهاج قد أخذ هذه الصور شوفي كانت هناك حالات لكتر الثديين للبنات إلى هذه الدرجة سقطوا هؤلاء المجرمين الذين كاموا بهذه الأشياء وهو ينفي ذلك وهل هذا شيء داخل صراع على الأرض وصراع على التحرر كما يقول هل هذا يجوز لهم قتر رؤوس الأولاد وهو قدم خدمة عظيمة لإسرائيل بأنه أجازة هذه الأفعيل بسبب الصراع للتحرر هو قال أن هذا أيضا ليس صراع الذي بدأ اليوم هذا هو ما قاله سؤال آخر ولكن النزول لهذه درجة من الوحشية والبربرية أنه لربما من بين اعتبارات جنوب أفريقيا ليس فقط كل ما يحدث في قطاع غزة من قتل ودمار اليوم وإنما أيضا وقوف إسرائيل إلى جانب حكومة جنوب أفريقيا في السابق لربما والنظام الأبيض يمكن أن نقول شوفي هناك دول أسوأ بكثير من جنوب أفريقيا سابقا روسيا مثلا ماذا فعلت في تشيشنيا للمسلمين في تشيشنيا في الشيشان في التسعينيات ماذا فعلت اليوم ولكن هل تعتقد أن إسرائيل تستخدم هذه الحجة وهناك روسيا وهناك الكثير من الأصدقاء للروسيا ماذا فعلت إيران بمهساء الأميني يعني أنت كتلتها بسبب عدم الارتداء للحجاب والكثير من مهساء الأميني خلال الكثير من السنوات اضطهاد النساء في إيران أليس هناك أصدقاء لإيران خاصة جنوب أفريقيا